اهلا بكم دفتر او دفتر وثلاثين ورقة ركزوا يا عسادة الكرام دفتر او دفتر وثلاثين اقل او اكثر سعر تعينك كمعلم او مدرس بوزارة التربية الشاب اللي تخرج صار له عشر سنوات ولو 15 سنة يشتغل عماله بتاكسي مطعم او دربة بخليل يابا ليش ما تعينت يقول والله قدمنا وما تعيننا يابا ليش مو فلان تعين اي فلان عند المالات وتعين بيهن بدون ما يروح ويتعب هذا حال اللي يعيشها يا سادة الكرام ونسمعها بفترة التقديم على التعينات مر التعين على التربية مباشر ومر التعين على الانترنت التقديم اقصد ومر التقديم من جو العباية يجي وزير يروح وزير تجي انتخابات تروح انتخابات تجي موازنة تروح موازنة الشاب العراقي لعبت نفسه من هالوضع المزري كلها بشفة وجماعة كلية الاداب واقسامهم منسيين بكل التعينات وبكل الوزارات وبكل الهيئات وجماعة التربية الاساسية وجماعة تربية الذقار وكركوك والنجف وديالة واطراف بغداد يبتون يوميا على واحد يسمع صوتهم بس لأسف ماكو احد يسمعهم والنوب اللي حتى خريج كلية التربية ما محصل حقه بشكل واضح وشفاف بسبب الدفع الاكثر اهلا بكم سادتي والذهاب الى العناوين المالية توتن في صدورة تعليمات بيقاف التعينات ضمن موازنة 2019 محافظ بغداد يحمل وزارة التربية مسؤولية تأخير اطلاق الدرجات الوظيفية وفي ثامنتي ايضا ما هو مصير خريجي كلية الاداب والتربية الاساسية وباقي الكليات الانسانية من ملف التعينات المثير للجدل اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى وملف تعينات التربية تحديدا ومشاكل هذه الوزارة اطرحها بشكل واضح وجريء مع ضيوفي الكرام السيد رياض غالي عضو لجنة التربية النيابية السابق حياك الله سيد رياض ضيفا كريما وايضا مع مدير تربية الكرخة الثانية دكتور قيس الكلابي ضيفا كريما حياك الله دكتور ضيفا كريما وايضا من بغداد ستة جسومة لزارجاو عضو لجنة التربية في مجلس محافظة بغداد حياكم الله جميعا استاذ رياض احنا رصدنا حالاتك بالشارع يوميا اصديقك جارك قرائبك ادفع دفتر تتعين لا تروح ولا تجي وابن الخايبة كاعد تفضل استاذ رياض بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم حياكم وشكرا لضيوفك والسلام والتحية لكل المشاهدين الحقيقة هذا الموضوع مثار فعلا باعتبار عضو لجنة التربية لمدة دورتين لمدة 8 سنوات ودخلنا في هذا قضية التعيينات وما شابها من مشاكل كثيرة هذا الآن الحديث موجود في الشارع طبعا بعد الاعلان عن الدرجات الشاغرة لكن هذه الدرجات ايضا لم تكن بمستوى الطبوح حتى نكون واضحين كانت درجات كلش قليلة وبالتالي جاءت بعد 4 سنوات ماكو تعيينات فبالتالي مع كل اسف هناك وجود بالشارع نعم كلام كثير وناس متخوفين كثيرا لان هناك ضبابية في الآلية التعيينات وبالتالي هناك ايضا انا لا استبعد لا استبعد هناك ايضا متسيدين هناك جهات لعله تعمل من اجل اخذ هذه الدرجات جهات سياسية حزبية حزبية سياسية اعظام اسمحافظة اعظام اسمحافظة اعظام اسمحافظة وزراء الى الآن الضغط مستمر طبعا هذا الشيء ما نستبعده وهذا الضغط موجود ايضا انا احتيليك على المديريات العامة طيب لان الان هذا الكلام انا ما قد استبعده ولذلك انا من منبرك يعني اطمئن الناس انا ان شاء الله في نهاية الحلقة اطمئنهم ايه انه التعينات ان شاء الله هناك جهات راح تتابحة طيب وما نترك المجال لان معك الاسف فعلا كلامك دقيق في بعض الجوانب نعم هناك من يوعد الناس مهم فانا اقل لهم للاخوان الخريجين طيب لا تخافون من هذا الباب فعلا تكون الان تسريبات انه شدة و بدفتر طيب لكن انا اطمئنكم انه لي غير خاف واحد قال لكم مدير عام او اضمس محافظة او محافظ اقل له هذا الكلام مدقيق راح توضح هناك عالية صحيحة وفق معايير مضبوطة واللي عنده اي مشكلة وفقها المعايير ممكن لجنة النزاهة موجودة طيب وحقيقة النزاهة موجودة ما ممكن يكون اي تلاعب اي واحد انا قلكم هذا يكذب عليكم ومن هذا البرنامج يقول لكم هذا كذاب يكذب عليهم استاذ رياض ده يدفع ويتعين الله يرضى عليك استاذ رياض احنا شون اتعين انت معدلك تايرات خمسينات وتعينت طيب المالات شون نقدر انحل هذه المشكلة بعدين اسمع هذا الجواب من جنابك دكتور حياك الله ضيفين كريما لا لا استاذ احمد حياك الله شنو الموضوع اول شي التربية في محافظة بغداد الناس متخوفة بين لغاء التعينات ولا بقاء التعينات الآلية التي صدرت من مجلس الوزراء الى الان لم تصدر حقيقة بشكل واضح المحافظة تؤكد وبعض النواب يقول لك لا اكد يسر دفع هذا الموضوع تفضل دكتور حياك الله شكرا جزيلا على تحت هذه الفرصة استرداد يفترض بالإعلام العراق الرصين يكون بشارة خير الى المواطنين ممتاز يوم امس كان اكو تصريح من قناة فضائية اخرى كان فيه معلومات خاطئة ان التعيين توقف ايضا انا حقيقة اتحفظ على المقدمة ما لتك انه التعينات في هذا البلد تباع بفلان درجة وكذا قناة الرشيد قناة رصينة وعميقة وكل بيت عراقي اسمعها وانت الان كأنما بثيت فت خبر سيء عند الاخرين كلهم انا اقول لك منذ ثلاث سنوات منذ عام 2016 الى الان ويعرف سيادة النائب الامور اتغيرت تماما في قضية التعيينات سابقا كان يروح المكتب الوزير يحصل تعيينات الحزب اللي ينتمي الى الوزير او الوزارة يشوف الياحصة كذا تكون التعيينات من مكتب الوزير بعد 2016 وبعد التعليمات اللي اصدرها رئيس الوزراء في ذلك الوقت التعيينات كانت وفق ضوابط معينة هذه الضوابط يتم العمل بها يعني في عام 2016 تختلف عن هذه السنة صارمة واكو اكثر من خمس جهات تدقق على هذه التعيينات ويتم عرض الاسماء المرشحة ومن ثم وضع المصطرة اللي هي الضوابط اللي اعلنتها وزارة التربية في حينها وماكو اي واحد ممكن يخترق هذه الضوابط لان لا المدير العام ولا الوزير ولا المحافظ يقدر يخترقها لان اكو اكثر من خمس جهات التابع على المصطرة اللي موجودة اللي سميها الضوابط هل تزعلها المقدمة ماتي؟ لا طبعا ازعل من تعرف ليش اسمح لا اقول لك ليش الآن هسا بس اسمح لي بس اسمح لي لان ادي وضع لك ها النقطة انت من بغدار و جاء نسمع و جاء نسمع و دي نشوف انت تمشي بالسمع لو تجي تتحقق انكذب النائب انكذب النائب تدري ليش؟ مو قصة تكذب النائب اولا تعيينات في 2016 لحد الان ما اقرت فمن اللي طلع اسمه اللي عنده هاي التائرات والخمسينات مو قبل حد الان ما عندنا ولا واحد الحد الان التعيينات متعطلة لان احنا طلبنا المدراء العامين الناس الفنيين في الوزارة طلبنا من اللجنة البرلمانية طلبنا من مجالس محافظاتنا ومن المحافظين انه يجتمعون كلهم ويطلعون نظابطة واحدة اتحادية تسري على العراق كله من البصر الى الموصل اما انه تكون الان هسا شنو مشكلتنا احنا احنا كملنا مثلا في تربية الكرك الثانية عدنا اربعة وخمسين الف واحد قدموا زيان اربعة وخمسين الف واحد اربعة وخمسين الف واحد قدموا مختلف التخصصات زيان وعدنا 2669 درجة اللي معطني الان شنو مشنو عندي ضوابط من الأمانة العامة لمجلس الوزراء عددوا يا عندي ضابطة اسمها تعليمات رقم اربعة لعام 2018 من مزارة المالية زيان وعندي ضابطة من مجلس محافظة بغداد يعني تعليمات من محافظة بغداد اي وعندي ضابطة من مجلس محافظة بغداد هاي أربعة وعدنا وزارة التربية خمس ضوابط احنا حايرين على شنو دي نشتغل طلبنا من البرلمان ومن كل هذه الجهات أقعدوا فيما بينكم واستمعوا إلى الناس الفنيين واطلعون بضوابط واحدة موحدة اتحادية تسلي على البلد كله من الموصل إلى البصرة بذاك الوقت احنا راح نقدر نشتغل والحقوق محفوظة وبالتالي تجي القنوات الفضائية يجون الجهات الرقابية وما أكثرها في هذا البلد والنواب يجون يقعدون ميانة ويشوفون هذه أبو الخمسينات انقبل لو ما انقبل حسب الضابط خلينا نشوف تصريح النابع سين عارب أستاذ رياضي ساختلفوا إياك أكد وجود هذا الموضوع لا أكد حديث الحديث أنا ما قلت لك موجود يا أستاذ قيس باللعلق والله أكو ناس نعرفهم يا أخي ما حد أتعين من 2016 لليوم ما حد أتعين زمي المخرج حاضر الفيديو خلن نسمع هناك مافيات صغيرة مافيات صغيرة تتحكم مافيات صغيرة وين؟ يعني بكل وزارة تلقى خلينا نقول شخص هو يدعي لكنه ما إلى أي أصل ولا أي صورة بالتالي مثلا عملية النصب والإحتيال من خلال أن الناس ينصب عليها أنه يوهمهم بكلام مثلا من أحد أبواب الفساد التعينات التعينات اللي صارت مثلا نسحنا كنوة بجتنا شكاوي من من؟ من المواطنين الشعب يسمعك بالضبط من من؟ بالضبط مواطنين عاديين اجتنا شكاوي أنه يجب أن ندفع هل قد فلوس على موت تعيين ماذا يدفعون هل قد فلوس؟ يعني ثقلنا خمسة تالاب دولار عشوة تالاب دولار خمسة تالاب دولار خمسة تالاب دولار على متعيين المدرسين المعلمين ها بالتربية بالتربية طيب اضطرنا نحن أنه ندز على مدراء العامين في التربية بالمجلس النواب برعاست النائب الأول ناقشناهم بآليات وضع التعينات وكيف تعمل لاحظ ما آليات يعني جزء منها جيد جزء منها مو جيد ناقشناهم بالقضية أنه الطرق تستبدلوها بكذا ما الذي مجيد أستاذ حسين يعني آليات تقديم الطلب من المواطن ليس سيئة يعني كانت يعني الناس مستاءة مثلا وحطهم بساحة وتقديم الطلب بهذه الطريقة ليس صحية نحن اليوم نطورنا خواب أكو أنترنيت وقدم الطلب المواطن وتجي المفاضلة على أولا الدرجة والزوجة والمتزوج وسنة التخرج المعدل سمعت دكتور أي سمعت دقيقة ردلي حتى تروح لضيف لعظم مجلس محافظة بغدار تعرف أنت بين الدائرة بين المؤسسة والمواطن أكل كثير من الحلقات من بين هذه الحلقات المعقبين وغيرهم هذه صار مرة عندنا هج تجربة يأتي شخص مثلا على الناس الذين يقدمون في المركز الفلاني يقولهم والله أنا الوزيرة عرفة المحافظ صديقي المدير العام عندي علاقة بي انطوني وصولاتكم وكل واحد يدفعلي هلقت مبلغ انطوني ربع المبلغ عشرة بالمئة بالمبلغ أنا أقبل بي ولما تتعينون أخذ البقية طيب الناس تريد تتعين أكو بيهم يتعاملون بشكل إيجابي هذا يعتمد عليهم هذا لا عند علاقة لا بأي واحد من هذه الحلقات التي عددناها لكنه يعتمد عليهم على ضربة الحظ أي واحد من ذول أخذ له مثلا 100 وصل من ذول 100 وصل إذا طلعوا عشرة طالع تعينهم يقولوا أنا طلعتكم عرفت شلون هذه عملية النصب والإحتيال ما مسؤولة عليها المؤسسة مسؤول عليها وعي المواطن هو نفسه وعي المواطن نعم المواطن لازم يعرف أنه ماكو مجال للوزير مايقدر يضيف واحد أنا خلي سمعني لا مو الوزير أتحدث أيضا بجراء أكثر رئيس الوزراء مايقدر يعين واحد وفق هاي الضوابط في التربية نعم رئيس الوزراء مايقدر يعين نعم نعم هسا يدزلك كتاب يقول لك فلان عينة يقول له وفق يا قانون ويا سياة النار وفق يا قانون عينة يا دولة رئيس الوزراء طيب ما عدنا ضوابط تسمح إلا هذه الضابط اللي إحنا نطلبها بهذا الشكل لكن تحدثت حضرتك عن الآلية من التقديم إحنا في الكرخ الثاني بعدين 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 باللعب سجسوا محياة شالله ضيفة كريمة من خلال الثامنة عبر قناة الرشيد الفضائية مجلس المحافظة يوم ينفي يوم يأكد المحافظة يقول إحنا اللي معرقلها التعينات للتربية في بغداد وأطراف بغداد رئاسة الوزراء ربما الآلية اللي اطرحها ضيفة الكريمة الدكتور قيس وين واقفة نقل الصلاحيات أفضل ولا عودة الصلاحيات حصرا إلى التربية أفضل أخي العزي أولا نحيي ضيفك الكرام الأخوة الأعزاء من المجلس النواب ومدير عام التربية وكل الموجودين بهذا اللقاء المبارك حقيقة أنه مثل ما تفضل أنه آلية التقديم هذه ليس جديدة وليس تجربة جديدة على مجلس المحافظة والمديريات لأنه سبق وأنه تم في 2015 و2016 حقيقة انطلقت هذه الدرجات عندما تحولت إلى التربيات وأخذت الطابع بشفافية وكذلك وفق الضوابط التي وضعت من قبل أمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التربية ووزارة المالية وطبعا كانت بنسيابية ومهنية وتم يعني في لحظتها تعيين الكثير وفق المفاضلة ما بين المتقدمين للتعينات في وزارة التربية وعلى عموم المديريات الستة في محافظة بغداد حقيقة عندما طالبنا نحن لدرجات 2015 و2016 هذه المتبقية من الدرجات كون هناك موجودة في وزارة المالية وفي التربيات وطبعا تمت المطالبة من 2017 و2018 وتمت الموافقة عليها من قبل الدكتور حيدر العبادي في آنذاك لكن أطلقت هذه الدرجات في شهر الـ 12 تقريبا ما يقارب من قبل وزارة المالية بعد ما تم تخصيص المخصصات المالية هذه الدرجات عفوا عذرا هذه والله واضحة هذه واضحة سد جسومة أنا أريد نعم أجيك بالحديث كمدرس محافظة وين واقف القضية الدكتور حددها دكتور قيس نعم نعم القضية كل المديريات تم إكمال كافة الإجراءات بالترشيحات وتقديم المتقدمين والمعلومات نضجت وبوبت بالحاسبات وبالسجلات من السجلات الملفات سوى كانت الفايلات أو سوى كانت السجلات الرئيسية أو سوى كانت في الحاسبة ضمن برنامج أكسل لكن التي طبعا هناك اختلفت القضية على قضية آلية التعينات لكون إحنا لدينا التعينات آلية التعينات من الأمان العام لمجلس الوزراء يعني حقيقة لا ترعى من خلال لا ترعى قضية المحاضرين فكانت هناك نقاط وضعت من قبل مجلس المحافظة ومحافظة بغداد لأجل مراعاة المحاضرين هذه الشريحة المهمة والأساسية الشريحة التي طبعا عملت لسنوات دون يعني يعطاهم الفرسة الأساسية والمهمة بالله عليك بس اسمحي سجسومة الخضيج من التسعين ومن الألفينات ومن الفين وعشرة وشليدك من الفين وثلاثة واربعة والفين يعني هذا ابن الخالب وين يروح الله يرضى عليك الكل الكل معني لكن قضية المحاضرين لهم خصوصية لأن خصوصيتهم أنهم أربع سنوات وخمس سنوات يعملون مجانا زين أتسمعني يعملون مجانا فذلك انعقد الاجتماع آخر شي لأجل تعديل هذه الآلية في مجلس النواب برعاست الأستاذ حسن كريم وطبعا نوقشة هذه بحضور الجميع وزارة التربية المفتش العام الأمانة العامة لمجلس الوزراء مجلس المحافظة والمحافظة والمديريات الستة يعملون باقينا التربية مو أفضل ستة جسومة مو أفضل حصرا بالتربية مو أفضل هي ليست أفضل هي مجرد تنقيح آراء وتنقيح بحيث الكل يعمل على هذه الضابطة حتى غدا عندما تطلق هذه الآلية لا يقولون هذه لجهة يعني ويكون النقد من جهة دون أخرى طيب الكل يعتمد هذه الآلية ويكون يوافق عليها الأستاذ رياض ذكرلك هناك ضغوط تمارس على مدراء التربية ذكرلك من نواب من هيئة سياسية مو صح هذه الضابطة هذه الضوابط حتى مهما كانت نوعية الضغوطات لا تجدي من شيء لأن هذه الضابطة هي الحاكم بهذا الموضوع تكون المفادرة والضابطة بشفافية عالية وننتظر الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن تسعفنا وأن توصل لنا هذه الآلية لأجل العمل عليها وإخراج المخرجات بالترشيحات المتقدمة شكرا جزيلا أستاذ رياض شنو ردك ذكر لك الدكتور رئيس الوزراء وفق هذه الآلية لا يقدر يعيين طبعا وفق الضوابط لا يقدر ولا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا رئيس النواب ولا عامل النواب وين متعين إذا كانت هناك آلية وضابطة كل واحد وفق المعدل وفق الاختصاص المطلوب إذا وضعنا مثلا ضوابط في 2011 وضعنا ضابطة ولحد الآن كانت وزارة التربية تمشي عليها وأول ضابطة بها وخلينا المناطقية أبني المنطقة هو الأولى حتى لا كان معدلة خمسين إذا ماكو ننتقل إلما إلى القضاء وإذا ماكو القضاء إلى المنطقة الأقرب والأقرب قبلها كان شون التعين قبلها كان يجي تعين من الوزارة قبل ورا شهر النقل بحيث هاي المناطق تبقى ماكو استقرار للملاكات الوظيفية النقطة الثانية بتعينها عفوا نعفوا نشو وقت صارت صلاحيات مدراء التربية عينوا هاي أول دورة أول مرة المدير التربية ما عندها أي صلاحية نهائيا ليحد الآن لا عنده ولا واحد اللي متعينين على التربية تحت الوزير البات وان حتى الوزير ما عندها صلاحية ولا المدير العام يقدر يعين واحد لأن هاي ضوابط حكمته ليش قللك ما أقدر عيني لا اي واحد قرائبي ما أقدر عيني هاي الضوابطي مهمة اللي سوى الارباك من هو اللي سوى الارباك ملجلس المحافظة بغداد طبعا يوميا يعلن درجات راح تجي وسوى ارباك بالشارع اسمعي ستجي سوما ممتاز والمحافظة سوى ارباك يوميا تقلهم وجد كم التعينات وقبل كم يوم أوهما والشارع انه التعينات اسماء الفازين راح تنطلق تعلن بالضبط الدور اجي خبر انه التعينات توقفت والمال ينفت والمال ينفت المشكلة هناك مثل ما قال الدكتور قيس هناك ضوابط من الامانة العام للمجلس المحافظة وانا اعتبرها ضوابط صحيحة ودخلت على الخط وسويتنا مشاكل لان بعيدين بعيدين كل البعد عن الواقع المناطق النائية والاطراف وكثير من المناطق اثنين وضوابط من مجلس المحافظة فبالتالي كل من يريد ضوابط مثل ما يريدها هو لان حتى يقدر يعني شون يدخل في هذا الجانب فبالتالي كان هناك حل من قبل السيد النائبي الأول رئيس من النواب السادة حسن الكعبي جمع وهذا مقترح من عدنة أنه يجمع ممثل عن الأمانة العامة للمجلس الوزراء ممثل عن وزارة التربية وممثل عن مجلس المحافظة حتى تكون هناك ضوابط توضع اقتراحات وتوضع ضوابط وصادق عليها ممثل بلجنة التربية في مجلس النواب العراقي حتى تمشي وهذه الضابط إذا صارت خلق لك لا وزير ولا رئيس وزراء ولا مدير عام يقدر يتلاعب به مستحيل مستحيل لا 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 مستحيل لا لازم يدخلون لازم يعينون لا لا يقدرون لا يقدرون لا يقول لك ليش راح أقول لك بس أرجع لك لقضية التلاعب أحسب بثالي أتمنى تتحملني هذه النقطة الرئيسية الله يحبه يستم تتحملني على رأسي أستاذ هذه النقطة الرئيسية اللي ما يعرفه أنا من خلال خبرتي لقيت الجماعة شون يشتغلون المدير عام شو يسوي مدير عام يعني خارج الضوابط يشتغل طريقة يعني عجيبة غريبة شون مثلا إجا واحد معدلة خمسين زين انجليزي نقول زين أو نقول خلي نقول جغرافي زين يعني خلنا نجيل زين خمسين معدل زين و المتقد و رأي دين كم درجة رأي دين درجة واحدة زين جيد درجة واحدة زين طبعا هذا بالتسعين ما نقبل نقبل من هو أبو الخمسين أبو الخمسين بالتعينات خليوا له معدل خمسة وتسعين جيد جيد زين منه به هو اللي يقوم يعني الضوابط و اشتروا وفق الضوابط خمسة وتسعين من يجلبوا التسعين قالوا لهذا على من عندك السو راحت للوزارة يجي هذا متعين و معدل صارت هذه تسمعني جاي كان دعم و يمكم زين سو هنا شوف حتى تنتبه عليه الجهات الرقابية خلي النزاحة تنتبه عليه جدا اي انا عدوها شغل بصمة البرنامج زين راح يسوي صحة الصدور بمن للشهادة بالشهادة من هو أبو الخمسين أبو الخمسين راح يقولهم نعم هاي نقول تصادر نقول من كلية التربية زين جرافية زين نعم نؤيد لكم صحة هذه الوثيقة بصمة قالوا المعدل ها هذا يجي عينوه أخذوا من عدل لشم شد زين طيب هاي وحدة من هذورها الخمسين تبقى هاي طريقين شون الخمسين وتعين وبينها ما هذا بتسع المال يا مديري هاي لا لا بالله عليك هاي أنا مشتر وين نزال بالله عليك أنا أتابع بالله عليك أتابع وهذا الشغل لعله ده تسمع أستاذ واحد المالات أستاذ هذا لعله الشغل في غير ناس محترفين جيد لكن أنا هذا الشخص مثلا من يجيني للجهات الرقابية ممتاز نقدر الراقب والحاسب كل زين دكتور شنو ردك تفضل ريد نعرف من حضرتك أولا قبل أن تجاوبني اللي قدموا فرصة سعيدة هذول الوجبة والله شنو آلية مجلس الوزراء أو النواب ما مقتنعين بالآلية وليش ما قدمتوا على انترنت هالآلية تصريح مهم من خلال قناتكم أن التعينات ماضية كل التعينات لدرجات الحذف والاستعداد في العراق اللي أطلقتها وزارة المالية بالضبط ماضية لن تتوقف ولم تتوقف إن شاء الله هاي الإشكاليات سيتم القضاء عليه لكن خلينا نتحدث بقضايا فنية مهمة جيدة هاي مهمة جدا وزارة المالية تنظر بعين غير تخصصية لكل الوزارات هي لما نصدر التعليمات رقم أربعة لعام 2018 ما قالت هاي التعليمات لوزارة التربية أو لوزارة الصحة وكذا تعليمات عمومية يريد يتعين في الدولة العراقية هاي التعليمات إحنا نعرف موجودة هي سيداتي أشوفك إياها إحنا نعرف أنه لكل وزارة بيها خصوصية معينة خصوصيتنا إحنا في وزارة التربية مثل ما ذكرت السيدة جسومة نعم أنه إحنا عدنا المحاضرين دولة اللي مشوا العملية التربوية منذ سنوات بعضهم صار لها سبع سنوات يحاضر مجانا على أمل التعيين صح بعضهم خمسة وإلى اللي عندها سنو وكذا لما نروح للتعليمات ما الوزارة المال يقولون أنا ما عرف شنو محاضرين ما موجودة عندي عندي أجير أجير يومي وعندي عقد ومحاضر ما يعرفون ما موجود إحنا دخنا بيها هاي القضية يدخنا بيها شون يعني راح نسوي موائمة بين حاجاتنا وبين التعليمات اللي لازم نلتزم بيها المحاضرين يسمعوك بالضبط على هذه السنة إيه فلما السيد رياض العضاء دكتور رياض العضاء صدر تعليمات رقم 17 قال إحنا حكومة محلية وإحنا ناس منتخبين من حقنا أنه تعينات بغداد إحنا نخلي خصوصيتنا بها محافظة بغداد إحنا معها في قضية دعم المحاضرين صدرنا قرار اسمه قرار رقم 17 أنه كل محاضر لكل سنة إلى 10 درجات المشكلة إحنا بالتربية كناس فنيين أنا من الناس أدعم هذه القضية وأشوف أنه أتمنى أن هذه الدرجات كلها مو 90% 100% أكفي المحاضرين وبعدين إذا زاد من عدها أروح للآخرين الخريجين لكن التعليمات لا تدعم هذا القرار مع القرار لمجلس محافظة بغداد أكو تعليمات جديدة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مبنية عليما على تعليمات مع وزارة المالية طيب ولكن أيضا أغفل أغفلت قضية المحاضرين وأغفلت الكثير من التفصيلات التي نتمنى الآن مطلوب من هذه الجهات كلها ومطلوب حقيقة لا يحل هذه المشكلة إلا دولة رئيس الوزراء والرجل مهتم ما هي مشكلتكم مشكلتنا أن وزارة المالية تجلس مع البرلمان العراق لجنة التربية تجلس مع المحافظين كلهم تجلس مع مجالس المحافظات والمدراء العامين يطلعون بتعليمات واحدة تهتم هذه التعليمات إلها خصوصية وإلها نكهة اسمها النكهة التربوية إلها علاقة بوزارة التربية و بهموم وزارة التربية و بقضية المحاضرين لماذا نحن دائما ندافع على المحاضرين لأن ذول يشتغلون لسنوات مجانا تخيل يعني أختك أو أخوك يروح لخمسين أو مئة كيلومتر يداوموا بمدرسة سنة أو سنتين و ثلاثة بالصيف بالشتة والخط عليها و ملابسة عليها و أنت ما تطي ولا دينار ما يستحق هذا أنه يجي يتعين و المشكلة اللي متعين و يستلم راتب ستمية و ثمانمية و تسعمية تجي على المدرسة يبقى هاوين يقول لك والله لو ما أخذي جازة لو مناسب صح ولا غلط مدرسة مدرسة في إحدى ثلاثة معلمين فقط و ست صفوف يا أستاذ قيس بعد أنا بعد أريد أقول لك فاتشي نطلع شوية من إطار الموضوع مبعيد عنه فضل وزارة التربية إذا تريدون هذا البلد أنه يكون مثل باقي البلدان شوية تهتمون بوزارة التربية أنتوا حاصرين في قضية درجات الحذف والاستحداث و إحنا في مديرية واحدة نحتاج إلى 6 ألاف درجة وظيفية و عدنا كم كبير من الخريجين ما شاء الله الكليات كثيرة و تجون إلا درجات الحذف والاستحداث شو يصير يعني لو أتعاملتوا يا وزارة التربية كوزارة سيادية و أن هذه الوزارة ستنقذ البلد و خلي شوية أصرف عليها و خلي بموازنة عام 2019 مو بس درجات الحذف والاستحداث أضيف لها فتح 10 ألاف درجة للعراق كله ما رح يضرفت شيء أنا يقول لك اللي عينتوا و منطيتهم درجات ما حققوا شيء على المستوى التعليم و تربوا لا مو صحيح هذا الكلام هذا الكلام مو كلامي هذا كلام شو ما حقققوا اسمعلي انت شون وصلت هنا غير خلاص الدراسة أنا شلون وصلت الآخرين ترى يعني التقليل من قيمة التعليم بالعراق نحن نقول أكم لاحظات و نقول نتمنى صلمة الآخرين بس نجد نقصفة بهذا الشكل صحيح هذه سمعة البلد يعني همي أنا أظن نهتم بها نحن نروح نسأل اليونسكو للمنظمات الأخرى معاير قبول التعيين بها السنة معاير قبول المعدد تتحشي على التعيين لا 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 التعليم واضح التعليم واضح بمشكلة وبيعزم هي مشاكل لكن بالنسبة ل معاير التعيين قبول التعيين الله يرضى عليك الناس جاء تسمعك الساد بلي شنو القدم خريجة 2010 ليش حصرها بعمر معين حصرها بمعدد معين نطيني وقت شوي حتى أضطيك أوضح لك الضوابط اللي هي محتمدة تشرح يا بعد أسمع سيد جاسوم يالله سيد جاسوم نقل الصلاحيات ما جاوبتين عليها إلى وزارة التربية حصرا تقديم إلكتروني كل من بيتي قدم على الانترنت ومن خلال الحاسبة ولا قدم على المدرسة ولا روح مختار هوسة هوسة أفضل من مجلس محافظة بغداد وبيد الحكومات المحلية سيد جاسوم مو أفضل مو أسهل أنا كخريج تفضلي أول شيء مجلس المحافظة هو ليس يعني من يتقبل أو يستقبل التعيينات أعرف أعرف مدرات تربية مدرات التربية زين نعم هي الحقيقة يعني هذا قاعد نشوف أكو تسقيط لمحافظة بغداد ومجلس المحافظة وآن إذا من هذا المنبر أكو أيادي خفية الغاية أنه حتى أنه عدم نجاح الصلاحيات وفك الارتباط بالنسبة لمجلس المحافظة وفشلهم وبدليل على ذلك إذا تريد الحقيقة آلية التعيينات هي ليست اختلافات بكل النقاط وإنما هي بثلاث نقاط أساسية ومهمة ومن ضمن هذه النقاط هي قضية المحاضرين طيب فلذلك لو أنه جلسة واحدة ولمدة الساعة تنفضل قضية ويرسل هذه الآلية إلى المديريات يعني توزع وتنتهي قضية التعيينيات برمتها فلذلك يعني هذا حتى لكل الأمر والإشكالية أما ما تفضلت بقضية بالعكس هذه القضية التي تعيينها عن طريق الأنترنيات أو عن طريق هي طرق يعني متطورة وحتى لو كان ألزمنا من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الموضوع بالنسبة إلى التربية كان عملنا بها وكان هناك الإعاز من المحافظة إلى التربيات الستة بس أنت وضع أيضا جاءت ضغطون على مدراء التربية مدراء مديريات التربية في بغداد مثل ما تفضل أستاذ الرياض قبل قليل هذا الضغط الحزبية السياسي ربما يحرج الدكتور قيس أو ربعة يحرجهم يقول لك لا لصحة هذا الموضوع هذا الموضوع لا لصحة بالعكس أكثر ما تأخر هذا الموضوع وقضية الآلية وهي الحسم والفيصل رغم الكلام الموجه بين الحين والأخرى أن مجلس محافظة هو المعطل لهذه التعينات أو هو السبب بهذا الموضوع أو محافظة بغداد بهذا السبب ولكن لحد الآن نقاوم لأجل الموضوع أن تصدر هذه الآلية من قبل الأمانة العامة المجلس الوزراء مصادق عليها من مجلس النواب لجنة التربية والتعليم مع الإشراك جميع الجهات وزارة التربية والمديريات الستة بهذا الموضوع حتى تطلع هذه وتنضج بشكل مهم يا سجد سومة أكون نواب أكون نواب يرغبون بإلغاء هذه التعينات وإلغاء هذه الآلية وإعادة التقديم مجددا يا عمي ذول البرلماني لا يحون يلقون القرار أو يلقون هذا آلية التقديم وخطوات التقديم يا سجد سومة لن تحصل هذه الرغبة لأن كل الأمور كملت والتخصيصات المالية لهذه الدرجات اكتملت ما على إلا أن الأمانة وطبعا أكو اجتماع كان في يوم الأحد مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ممتاز وحقيقة سوف يكون هناك نتائج لهذا الموضوع بحسم قضية الآلية وآلية التعيينات وإرسالها إلى محافظة بغداد لتعميمها على المديريات وهذا طبعا حسب ما كانت هناك الممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة التنسيقية العليا اعتمدت هذا الموضوع وطبعا كانت مسؤوديتها بهذا الأمر واستبشرنا بهذا الأمر من خلال الاجتماع الذي عقده مع ملكات محافظة بغداد أستاذ رياض تداخل الصلاحيات أمر ضروري أو ليس ضروري تداخل الصلاحيات وزارة التربية حصرا صلاحيات مدير التربية مثلا الكرخ الأولى الثانية بكل المحافظات أو حصرها بوزارة أفضل لو دور مجلس المحافظة مثل ما تفضل تقول لك هذا تسقيط أستاذ أستاذ ألا عليك فضل يعني تارفون أنا أبلي دورتين و أنا كنت مع نقل الصلاحيات حقيقة و صوتت مع نقل الصلاحيات وهذا جاءت نتقدهم يا عمي تسمعني لكن خاصة في بعض الوزارات الغير خدمية مثلا خاصة قضية التربية والصحة بالتعديل بالقانون صوتنا رجعنا من جديد و مرجعناها للوزارة لا فلسفة نقل الصلاحيات أن الصلاحيات تنتقل للمدير العام حتى أنا أقدر حاسبة أضم اسم نواب أضم اسم محافظة حاسبة الرقابة المالية النزاهة حاسبة جيد فبالتالي وفق المعد 45 رجعنا الصلاحيات لكن مشروطة على ما عدا يعني الوزارة الأخرى على وزيري الصحة والتربية تخويل صلاحياتهما إلى المدراء العامين وفق تعليمات تصدرها مجلس الوزراء تحدنا عن هذه التعليمات بعد ذلك محافظة ومجلس محافظة يدخل بعمل المدير العام فقد الدور الرقابي طيب ولا وزارة أيضا تدخل بعمل المدير العام المدير العام هو رح يتحمل مسؤولية حتى منيعين حتى ما ألقي الأستاذ ما موجود حتى أقدر حاسبة المدير العام طيب إذا أضبر لمان يتدخل ينقل معلم ويجيبه زين كذلك محافظة بالتالي يقول لك أنا المدير العام ما أقدر أصرف كلها يعني تدخل حتى سياسين يتدخلون زين طيب بالتالي هاي المادة ذا طبقت حتى أقدر حسب المدير العام هاي وحدة اثنين بالنسبة للآلية آلية مبسطة كانت عندنا في 2011 منسبة للتعيين عشر نقاط بسيطة والماشا عليها الأمور أولا هي المعدل اثنين السنوات السابقة كل سنة سابقة كخريج إلى درجة واحدة مثلا نقول واحد خريج 2015 نحسب 15 16 17 18 إلا إلا أربع نقاط وين مع المعدل الخريج المحاضرين هاي جديدة هاي السابقة السابقة هاي موجودة أريد نسمعها جديدة مننا كبارث بها هاي السابقة نفس الشي ما عادي أفرق نفس الشي بضبط لكن عشر درجات بقتها أو ست درجات الأوليوية تكون للمحاضرين وردنا أيضا عشر يعني لكل أمر إداري زين كانت عشر درجات واحدة لكل أوامر المال المحاضرين هاي سنوة أكو طلب يدون كل أمر محاضرين إلى عشر درجات طبعا نحن نريد الميزة المحاضرين أما ستة أو عشرة أما ستة أو عشرة بضبط كذلك أو عشرة الشهداء الزوجية هاي مجرد الآن هذا أنا أقول لك كآلية الآن موجودة إن شاء الله عن قريب رح يكون اجتماع في يم النائب الأول لرئيس مجلسة سنوة بالعراقي طيب وجمع كل الجهات اللي هي جاي الأمال العامة المجلسة وزراء محافظة بغداد بمجلس المحافظة المدراء العامين مجرد لمسات وأنا إذا أطمئنهم أنه المالية إحنا حتى ستطيف شخصينا لتقي تبقى هذه الدرجات بها طاء مالي متوفرة ومال علاقة المواسنة درجاتهم موجودة بكل وقت الآن بس تجد التعليمات وتنطلق وكل من يأخذ حقوقه فضل الدكتور أنا بس ملاحظة واحدة صار حديث أنه ضغط على المدراء العامين نعم أتحدث أصالة عن نفسي ونيابة عن كل المدراء التربية بالعراق ويوم أمس كان عندنا اجتماع مع الدكتور طرهان المفتي ماكو واحد يقدر يضغط علينا أي واحد يضغط علينا أنا دحش نيابة عنهم مستعد إذا أستقالت ويطلع ماكو واحد مستعد أن يعرض نفسه للمسائلة القانونية نائم شي أبد ماكو نهائيا دحش لك لا وزير ولا محافظ ولا رئيس مجلس محافظة يأثر على مدير التربية ولا هم مبادروا بهذا هم للأمانة نتحدث أقول ما يقدرون يتحاسبون المدراء العامين للأمانة نتحدث لا زملائنا يعني المدراء العامين يعني يتقبلون مثل هذا الضغط ولا أكو واحد تحاول يعني لا ربما مجلس محافظة في المحافظة الفلانية يحاول أن يلوي عنك التعليمات الفيدرالية باتجاه تعليمات محلية مثلا صارت في ديقارة أو في محافظة أخرى يكونوا ستسمعون في بغداد الصراع ما بين مجلس محافظة بغداد ووزارة المالية مجلس محافظة بغداد شيء يريد الحق والدرجات الأكثر للمحاضرين وهذا شيء جيد نحن معه لكن موجود يضغطون على فلان أو فلان وتعالعين ما حدنا هذا شيء ما صار نهائيا هذا للأطمئنان في قضية الضوابط تختلف ضوابط 18 عن ضوابط 16 قبل كانت تعتمد على المعدل أنت معدلك 60 أنت سنتين محاضر نطيك 10 درجات أنت مثلا من ضحايا شهداء الكون فتكوتو معين هل مرة سنتمد النقاط وليس المعدلات النقاط شنو يعني أنت معدلك نقول تقديرك امتياز نطيك مثلا 35 نقطة سجله أمك أنت متزوج وعندك أطفال وشريكك زوج ما متعين نطيك 10 نقاط صار جيد 35 45 نقطة صار لك 5 سنوات حضرتك متخرج جدتك 5 نقاط مثل ما ذكر طيب 50 صارت تشجد 50 أنت لثلاث سنوات محاضر 6 درجات على كل سنة تشجد صارت 18 و50 68 سجل فلان 68 نقطة ويتسلسل الآخرون بهكذا أعلى النقاط هم اللي يأخذون شهدنا بعد عندنا ضحايا الشهداء لهم 10% هاي نفصلها مثلا أنا عندي 2669 درجة طلع من على 269 درجة يتبارى ويتنافس عليها ذوي الشهداء شهداء ضحايا عندي أصحاب الشهداء العليا قبل كان 5% هسا سووا 15% هاي بها إشكالية 15% 15% هسا صارت بل ضبط ولكن المشكلة وين المشكلة أن هاي درجات حذف واستحداث يعني اللي راح يجوني لازم أعينهم اللي عنده شارة الدكتورة وريدي تعين أنا بها درجة أخليه بالدرجة الخامسة وإذا عنده ماجستير أخليه بالدرجة السالسة لكن أنا السؤال هو هاي درجات حذف واستحداث كم درجة خامسة بيها وكم درجة سادسة بيها يجوز ما تتوافق هاي مشكلة أساسية طيب بعد عندنا الأشخاص لوي الإعاقة ألهم خمسة بالمية هاي هميا طبعا احنا كلش داعمين لموضوع الأشخاص لو الإعاقة لأن هاي معايير دولية أسألك خلينا أسأل زين شنو ما صير كلية الآداب وأقسامها ليش دائما حصرا خريجي كلية التربية يعني شنو مثلا شنو يفرقهم عن عن اللي يسمعوك من الملايين اللي خريجي كلية الآداب والتربية الأساسية أستاذ سادقس احنا طبعا نعتبرهم أولا الآداب واللغات هاي بقاعدين يا عمي يسمعوش درب العمالة لا لا أولويات تربية آداب ساندة لا 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 ماكو لا لا التربية حصرا نكتوبة لا عمي لا والله أستاذ أحمد اسمعني اسمعني آداب واللغات والكليات الأخرى هل نسميه الكليات الساندة الأولوية ليش لأبو التربية أبو التربية إذا فتح تعيين في وزارة الصحة يتعينوه إذا في وزارة الصناعة فتح تعيين في الجيش مثلا في وزارة الداخلية انفتح تعيين أبو التربية أبو التربية تخرج ودرس أربع سنوات حتى يكون مدرس هذا مجال تخصصي الطبيب لما يتخرج وين يتودي تودي الوزارة الصحة مو تمام ليش وزارة الصحة تقول الأولوية فقط للطبيب واللي خريج كلية التمريض هذا تخصص مو يعني إحنا بكيف نوع مزاجيات هذا إحنا نريد هذا الشخص تقلي شين الفرق بأن واحد خريج لغات إنجليزي وواحد خريج آداب إنجليزي وواحد خريج تربية إنجليزي أقول لك هذا اللي يدرس تربية إنجليزي لأربع سنوات يعلموه شون يتعامل بعلم النفس مع الطلاب يدرسوه ما دسمه طرائق تدريس اللغة الإنجليزية هو بس الترجمة والآخر مدرس اللغة الإنجليزية ما بإمكان يكون مترجم لكن خريج اللغات وربما الآداب بإمكان يكون مترجم هذا عندما جان في تخصصات أخرى بس إحنا الريد اللي ينفعنا اللي يقدر يوقف بالصف ويدرس متعلم مادة طرق تدريس هاي مادة أساسية طيب فهي مو مزاجيات وإنما أيضا أبو التربية اللي خريجه الفين وخمسة والفين واربعة والفين وثلاثة والفين واثنين الالفينات يعني نشوف أكو هاي مظلومية ليش الأولوية لعشر درجات عشر نقاط عفوا ليش زين والباقين يا صادقيس بالله عليك الناس جاء تسمع هم أطهم خمس درجات يعني على كل سنة خمس درجات ما يخالف زين والباقين والباقين اللي مزوجين والله ناس طلقت بسبب عدم فرصة التعيين والعمل يا صادقيس والله العظيمين والله أستاذ أحمد أنا بالله يعني مشاكل وياهم لكن الحل ترى الحل مو أنه تجيب وزج ملايين في وزارة و تقولهم أن تجيب هذا رح يصبح دولة ريحية الحل الحقيقي تحدث به رئيس الوزراء جيد أنه إحنا لازم نصير دولة اقتصادية طيب وأكو استثمار وأكو فرص أخرى في كل مكان حتى الكل يتعينون أستاذ رياض العمر جاهز زميل المخرج مدير عام تربية الذقار جهزوني يا شباب فونو عدنا ويا من ذقار سجة سومر جعلت ملف الصلاحيات هذا اللي رح نبقى بي ملف المحاضرين مثل ما تفضل أستاذ قيس منف المحاضرين لهم الأولوية مئة بالمئة أم ثمانين بالمئة سجة سومر تفضلي طبعا إذا حقيقة أنه أرعت الأمانة العامة للمجلس الوزراء من خلال وضع الآلية لقضية المحاضرين بوضع الضوابط طبعا راح تكون لهم الحظ الأوفر بالموضوع حقيقة إحنا لا نقدر أنه إذا كان إذا الرجوع إلى مجلس المحافظة كان أكثر نسبة وأعلى نسبة هي للمحاضرين نعطيه لأن هذا حق لهم مشروع وطبعا كراما وعرفانا للسنوات التي مضت العجاف الذين هم حقيقة بحرها وبردها أو قوموا خاصة المدارس الأطراف جيد لكن وفق الضوابط التي يجب أن يرعى بهذا الموضوع قد يكون نتمنى أن تكون النسبة هي الأعلى والحظ الأوفر للأخوة أو لساعد أبنائنا من المحاضرين طيب استاذ رياض فيما يخص لدينا مشاكل أيضا مشكلة جماعة التربية الأساسية في الجامعة المستنصرية يقول لك إحنا خريجين لدينا طبعا هواية رسالة دكتور قيسنة من أيضا ترد عليها بموضوعة التربية الأساسية المشترك المشترك ما بين عام 2016 و 2018 أنه كلها كانت درجات حذف واستحداث هي نفسة في عام 2016 ما كان عندنا درجات يسموها معلم جامعي ليه أش لأن كليات المعلم الجامع بدأت في مطلع التسعينات ملحقوا يطلعون تقاعد أخبرتشلون في عام 2018 ظهرت عندنا درجات يسموها معلم جامعي أدي مدرس و معلم و معلم جامعي فضلا عن درجات الوظيفية الأخرى اللي يحارس و كذا بال675 درجة معلم جامعي يعني واللي مقدمين عندي من الكلية التربية الأساسية تقريبا بالألفين ففرصتهم توصل إلى 60% في حين المعلمين اللي مقدمين 8000 و عدد الدرجات مالتهم 500 فرصتهم اشقال 30% أما المدرسين فقصتهم قصة لأن المقدمين حوالي 13 ألف واحد و الدرجات مالتهم حوالي 500 ففرصتهم يعني شوية أقل فأكثر فئة راح تستفاد هما فئة التربية الأساسية لهذا العام وهي بشارع لهم طيب هاي بشارع لهم هاي بشارع لهم التربية الأساسية هل نتحدث عن الكرخ الثاني بعد ما أعرف المديريات اللي أخرى يقول لك كتح التعينات في بغداد ولم يطلب أي درجة يوضيف له هذا القسم قسم الحاسبات قسم الحاسبات قسم الرياضيات أنا تحكي على التربية الأساسية لو تحكي على قسم الحاسبات لا 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 التربية الأساسية في الجامعة المستنصرية بكل أقسامها الحاسبات الرياضيات الرسالة حسب ما وصلتني كلها موجودة كلها موجودة كلها تنشي حدد لك منه يا مديرية ما طلبت يا مديرية ما لا محدد بالنسبة عن مديريتي فأفضل فرصة هي لخريج التربية الأساسية هاي بشارة نعتبر طبعا بالنسبة للكرخ الثاني اللي مقدمين بالكرخ الثاني عددهم أقل من الآخرين ودرجاتهم أكثر من الآخرين ممتاز فعدهم فرصة كبيرة يعني حتى كانت معذرة مداخلة حتى كانت في عام 2016 و 2016 كانت الحظ الأكثر بالنسبة للرصافة الثانية كانت على التربية الأساسية فكانوا حصلوا على أكثر الدرجات بهذا الموضوع كل الزين لكن لدينا أكثر اختصاصات أخرى لنرعاها منها الحاسبات ومنها العلوم النفسية هذا الإرشاد والعلوم النفسية يعني لا بد أن يؤخذ بالحسبة ممتاز بالنسبة لأستاذ معلم جامعي كان أكو عزوف أنه التدريس بالنسبة للبكالوريوس يروح يدرس بالابتدائية فخلوا معلم جامعي هذا معلم جامعي مثل جوكر يشتغل بالمتوسطة ويشتغل وين بالابتدائية لكن تربية الأساسية ممكن أن أعينيها بالمتوسطة لا أعدي مشكلة لكن هذا السبب فبالتالي الآن التربية الأساسية يعني من المشكلة أنه درجة معلم جامع والدليل أني بعض المديريات رحت للمالية وهيرت درجات لأنه لا يوجد درجة للتربية الأساسية نهائيا فرحة للجزاء الأخير أنا أشكد طبعا ستطيف من هذا وحرية لكل قاد كل المديريات يدون درجات التربية الأساسية يقولون هذول المية الدرجة ريتهم تربية الأساسية ممكن يغيرون ممتاز أستاذ رياض العمري السلام عليكم وعليكم السلام مدير عام تربية الذقار أستاذ رياض مشكلة الذقار والمتقدمين للتعينات واللي طلعت أسماؤهم يسمعوك الآن عبر قناة الرشيد مباشرة رسائل بالجملة وصلت مظلومين 13 ألف متقدم موظف شنو وين العقدة ليش هاي الآلية بيها ظلم لهاي الفئة تفضل حياكم الله وضيوك الكرام أهلا مسهلا بيكم ابتداء أتجل تحفظي على بدايتكم بداية انطلاقة البرنامج وإستهام العاملين في المديرية العامة أو في مدارة التربية لا أبس عليك يا فكيان أستاذ رياض هاي لم أت بالله عليك حتى لا باش عقبة تفو عليها دعا وانت والدكتور قيس حتى رمال لا 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 إحنا اللي نسمعه من أبو التكسي من الجار من القرائب من الموظف ها انطلت المالات والله يا دكتور قيس هذا كلام صدق حبيبي أرجع لك دقائق فضل أمو أحمد الطيب فضل احتمدنا آلية التقديم الإلكتروني من خلال ناقذة الإلكترونية تقدم على الدرجات عدد الدرجات 6765 درجة تقدم عليها 65450 زين هذه عندما ظهرت النتائج في الأسف الشديد يريدون كل 65 ألف أن تنقبل بهذه 6365 وهذه معادلة لا يمكن تتضبق على الواقع زين الآلي هكذا القرص مثل الآن استهمت وزارة التربية أو العاملين بالتربية حضرتك أو سماعا سمعت بالشارع الآن هذا القرص اللي استلمنا من المحافظة الديقار زين مسلم إلى هيئة النذاهة إلى مجلس النواب إلى مجلس المحافظة وأيضا نتخم العدة بالمحافظة ونتخم المديرية العامل السن طيب فمن المحال من المحال على المديرية أن أتقدم شخص على آخر له ما كان الآن أيضا هذا القرص سلم إلى الإدعاء العام في محكمة السيناب بيقار فالآن اللي يحس فيه مضمومية بتقدي أدى ظهور النتائج أفرنا النتائج وصادق عليها السيد المحافظ بإمكان هذا الشخص أن يستصل في هذه الجهات الخلف وممكن نشوف هل لديه مضمومية أم من عدمه طيب لكن أستاذ رياض أكو أكو طلبات من قبل مديرية تربية الذقار تطالب بإعادة ملئ الاستمارة يا بل يش يقول لك أكو أخطاء بملئ الاستمارة نحن نريد اليوم خبر منك أستاذ رياض الله يرضى عليك وشعب ذقار وأنا في ذقار يسمعوك من الشباب ومن النساء ومن كل الصنوف يقول لك يجب أن تنصفوا أخريجي ذقار أستاذ رياض لمن الأولوية فضل حبيبي تربية الذقار تم الإعلان على النتائج الأولية ومن ثم تم النتائج على النتائج النهائية وثمت مفادقة المحافظ بعد إجراءات أخرى ما تصير نهائيا ليش لأن صلعت الأدماء والذات والآن استلمنا الأضابير وراح باشرون المدرسين ومعلمين فقط في حالة إطلاق الموازنة من قبل وزارة المادية يعني هذا العمل التصحيح لإستمار الإلكتروني نحن تلينا شرط بالإستمار الإلكتروني يتحمل يتحمل المرشح الخطأ بالإستمار الإلكتروني يعني بثل هو لجنة جديدة وقافة على معلم إستاذ رياض أكون مداخلة من الزميل لإستاذ رياض فضل مداخلة تحياتنا إستاذ رياض العمر أخونا وعزيزنا إستاذ رياض إحنا اليوم لو ننصف الناس ونطبق التعليمات لو نكون ما نقف ويا الناس اليوم نفتح استمار إحنا ما نقدر نعيد التعينات من جديد ونقدم الاستمار من جديد والتقديمات من جديد الوفق الضوابط يمشي ما عندنا مشكلة لكن أنظر من جديد وفق الضوابط هذا حقوق ناس إذا واحد إلى حق يمشي واللي ما إلى حق يتبدل وهذا معمول بكل المديريات تعتقد يشاطرنا الرأي دكتور قيس وصاروا إياه هذا حق والخريج نفسه رح يقتنع وهذه صارت بكل المديريات حتى مانغ من الحقوق الآخرين يسووا اللجنة خاصة لاستقبال شين رأيك أستاذ رياض حياكم الله سياسة النائب أستاذ رياض طيب الخلوق خلال أربعة سنوات رأيناه في كل رحاض الصجر طيب يسلم بعض الطلبات نعم إذا كان هذا الخطأ فاهد الطلب هو يتحمل لتحمل لجنة التعينات طيب أيبا بالإباطة إلى أنه طيب وإحنا رفضنا سابقا ورجعنا تعينات كاملة بس دا لاحظوا عن ذلك أكيد من يقول هو صحيح أي أكيد هذا هو صوبة فانخلال الاحترابات نفاذ الاحترابات ممكن ولكن للأسف جاوبة أسمعك أسمعك يا واحد زور نعم حط معدل يختلف يقول لك أنك واحد زور أستاذ رياض حط جاناسي تختلف عمر ما يختلف زوجيه تختلف في شلون هذا يمشي تسمعنا أستاذ رياض مشكلة مهمة نعم كل المزورين كل المزورين الآن ممكن حتى الآن قبل ثلاثة أيام كل المزورين من السلام للورقي اللي هنا مزور واستبعتنا وراح يسير الحياة شكرا جزيلا المزور ماشي حتى لو كان تختلف شكرا جزيلا أستاذ رياض العمري مدير عام تربية ذقار شكرا لحضرتك شكرا جزيلا بأقل من تهلوقت مخرج أول شي لك أكو عملية راح تبدأ بعد فرز الأسماء وهي صحة الصدور لكل معلومة أنت تقدمها لكل معلومة حتى ما لأنه أنت متزوج أو غير متزوج أو أنه زوجك متعين أو متعين كل هذه المعلومات يصير بها صحة الصدور وإذا أجي صحة الصدور بخلاف التعليمات اللي عدنا ينشطوا بالاسم ويصعد الاحتياط المكان لماذا النافذة الإلكترونية ما اعتمدناها في الكرخ الثانية لأننا عدنا ناس متقدمين اللي هما من وظفي الخدمة والأصلا لا عندها أنترنيت ولا يعرف يستخدم أنتون ضد آلية تقديم أنترنيت شكرا للمدرسين أتمنى تكون نافذة التقديم بالمباشر يكون أفضل بأقل من دقيقة سد جسومة التقديم بالمباشر يعني رح يبقى معتمد نعم أو لا والله أنا اعتبر أنها دقة بالمعلومات لأن مسألة الاستمارة الأخطاء كثيرة يعني بسبب دخول المعلومات بخلال الانترنيت يعني أنه خطأ يكون من قبل المواطن المتقدم شكرا جزيلا سد جسومة شكرا جزيلا بشارة أخيرة أستاذ رياضي بشارة للناس اللي يقدموا التعيينات ماشية وخلال أقل من شهر رح ينتهي كل شيء بإذن الله القريب لكن نتمنى أنه يهتم دولة رئيس الوزراء بهذه المشكلة ويحلها خلال المحاضرين المحاضرين أيضا موضوحهم بإذن الله الحد الآن هي 6 درجات على كل سنة ولكن نحن نتمنى تكون 10 درجات مثل قرار 17 لمحافظة مغرار هاي بشارة خير شكرا جزيلا كل الشارع أي مدير عام أو عظمس محافظة أو عظمس نواب أو وزير وعدكم هذا كاذب هناك آلية وممكن يكون جهات رقابية وتحاسبهم وأنا شخصيا راح أتابع هذا الموضوع لكل مواطن أضافة أن التعيينات ماشية وراح توضع ضوابط إن شاء الله في مجلس النواب وحضر لجهة الترمية اللي علينا سوينا اللي علينا سوينا شكرا جزيلا وهذا ليس كلامي ساذ قيس حتى لا يؤخذ عني الله يضع عليك ما المسألة تحقق والتحقيق من مهمة الإعلام طبعا طبعا تحققنا من الناس وهذا الأمور واضحة لكن هذه رسالتنا لكم وشكرا للإضاح وشكرا لهذه البشار الطيبة للناس المتقدمين لهذه الوزارة الشكر موصول لكم سادتي الكرام السلام عليكم وإلى اللقاء شكرا جزيلا اشتركوا في القناة